وزير الدفاع التركي خالوسي أكار يحط رحاله في العاصمة طرابلس زيارة هي الثانية منذ يوليو الماضي لكن توقيتها يثير الكثير من التساؤلات فالزيارة التركية رفيعة المستوى تأتي على وقع تقدم في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة وتوتر وتحشيد عسكري للميليشيات المدعومة من أنقرة بالقرب من سرط والجفرة ومناطق شرقي مدينة مصراطة كما أنها تأتي بعد أيام قليلة من أعطاء البرلمان التركي الضوء الأخضر لبقاء قواتها في ليبيا 18 شهر والأهم من ذلك ما جعل أنقرة تدخل على الخط دعوة قائد الجيش الوطني لإخراج القوات التركية والمرتزقة من البلاد إذن زيارة لها أبعاد سياسية وعسكرية سواء للداخل الليبي أو للخارج أنا أرى بأن هذا محاولة من الأتراك لإعلان هيمنتهم وسيطرتهم العسكرية الكاملة على المنطقة الغربية ورسالة لكل الأطراف الخارجية تقول من خلالها تركيا بأنها المتحكمة في هذه الحالة الموجودة في غرب ليبيا وأنها لن تتحرك من هناك إلا بعد أن تضمن مصالحها في ليبيا من خلال الأطراف التي تسيرهم في المنطقة الغربية من ليبيا من طرابلس يؤكد وزير الدفاع التركي أن بلاده ستدعم حكومة الوفاق ضد أي تحرك للجيش الوطني الليبي زيارة وتصريحات اعتبرها وزير الخارجية الليبي في حكومة عبدالله الثيني عبدالهادي الحويج قرعا لطبول الحرب وأكد الحويج أن أنقرة تسعى لعرقلة التقدم المحرز في المسار العسكري وأي تقارب الليبي الليبي ودعا لحويج الأطراف الليبية إلى تفويت الفرصة على تركيا وأحلامها الاستعمارية سلما أو حربا يسعى الجيش الوطني الليبي لطرد تركيا من أراضيه وضرب أجندة أنقرة المتمثلة في السيطرة على مقدرات الليبيين وسحب ورقة التلويح التي تلعب عليها تركيا مع روسيا والغرب للتفاوض على مصالحها الإقليمية من خلال ليبيا